رحلة قرن من عمر العلامة الشيخ محمد الطهر آية علجت هو عنوان إصدار جديد لمؤلفه نجل العلامة الجليل الشيخ محمد الصالح الصديق والذي تضمن مسيرة والده خلال رحلة قرن ونيف بمختلف مراحلها فهناك أكثر من دافع لتأليف هذا الكتاب الفريد يقول نجل العلامة أريد أن أبلغ إلى الأجيال الجزائرية المعاصرة والآتية ما قدمه الآباء والأجداد في خدمة الإسلام وفي خدمة العربية وفي خدمة الوعي القومي الجزائري الكتاب الذي أشرف على تقديمه الأستاذ محمد الصالح الصديق وتم عرضه في مكتبة الأبيار بالعاصمة مع بيع بالإهداء تضمن ستة أبواب بملاحقها أبواب تترق فيها الكاتب إلى نشأة العلامة آية علجت وكذا مراحل تعلمه وتعليمه ونضاله الطويل للكتاب ستة أبواب قبل هذه الأبواب هناك توطئة تعرضت إلى دوافع هذه الكتابة وتمهيد ضمنته مضامين الكتاب وأهمية هذه المضامين وقيمتها المعرض كان فرصة لتنبيه الشباب بضرورة الاقتداء بعلماء الأمة والابتعاد عن الأفكار الهدامة البعيدة عن ديننا الحنيفة القدوة أنصحوا بالقدوة مباشرة أذهب إلى الإجابة أنصحوا كما نصح أبي وكما نصح نصحنا القرآن كموجهنا القرآن الكريم القدوة القدوة قدوة السلف الصالح إذن هي لحظة جدية لتوثيق مسيرة علم من أعلام الأمة قد يكون ولا شك منهلا ومرجعا لشباب اليوم والغد ترجمة نانسي قنقر